لماذا ارتفع المسيح إلى السماء هذه الحلقة مهمة جدا أول شيء خلينا ننتبه أنه كون المسيح يصعد إلى السماء هذا لا يعني نهاية خدمة يسوع المسيح فخليني في البداية أقول يعني بعض الأمور في غاية الأهمية صعد المسيح إلى السماء بعد ما أكمل الغرض والهدف اللي جاء من أجله عمل الفداء كما قال في يحنى آية إصحاح 4 والآية 34 طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله فإذن المسيح جاء حتى يتمم مشيئة الآب حتى يتمم الإرادة الإلهية حتى يكمل ويتمم عمل الفداء الكامل كابن الإنسان الكامل أيضا وهذا العمل أحبائي بكل بساطة موت المسيح على الصليب وقيامته من بين الأموات ثم ظهر للتلاميذ لمدة 40 يوم وأراهم نفسه ببراهين حية وكان بعلم وبيكلمهم عن الملكوت الجديد وهذه الظهرات كانت أحبائي للعديد من التلاميذ وهم شهود عيان وهؤلاء الشهود أحبائي حالتهم النفسية لم تكن كاملة فمثلا تلميذي عمواس في لوقى 24 تركوا مشهد الصليب ليذهبوا إلى بلدتهم عمواس لكن ظهر المسيح ليؤكد حقيقة القيامة ثم نرى بطرس ويحنى تراكدان إلى قبر المسيح لكي يروا القبر الفارغ والأكفان موضوعة والجسد إنسل والمنديل حول الرأس كان موضوع جانبا ثم أحبائي ظهور المسيح للتلاميذ سواء في العلية أو ظهور المسيح للتلاميذ مع تومة في العلية وهناك آمن تومة وصدق إذ قال ربي وإله ظهر لمريم المجدلية ظهر للمريمات ظهر لبطرس ظهور خاص ظهر على بحيرة طبرية في أرشليم في أماكن عديدة بولوس الرسول بيتكلم أنه ظهر لأكثر من 500 شخص وأغلبهم باقي حتى الآن ثم رأوا التلاميذ رأوا المسيح صاعدا إلى السماء فظهر المسيح للتلاميذ لمدة 40 يوم فالصعود أحبائي هو إعلان مجد المسيح اشتركوا في القناة